السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم كريم فاهمي اجر سووشنز اركيتكت احب اشكر كل الناس اللي شاركت في التصويت على لينكتن سواء كانوا شاركوا بانهم عايزين الحلقات بالعربي او سواء كانوا عايزين الحلقات بالانجلش احب اطمن الناس اللي كتعايز حلقات بالانجلش الحلقات بالانجلش ان شاء الله مكملة معانا هتبقى كل يوم سبت وطبعا هتكون سابقى في التكنيكل ديسكوشنز اللي احنا بنقولها او الحاجات اللي انا بتكلم عليها في مايكروسوفت اجر طبعا الحلقات اللي بالعربي هتكون لسه في البدايات اللي عايز يسمع اهلا وسهلا بيه طيب تعالوا كده نشوف مين المفروض يكون بيسمع الفيديو ده وندي نصيحة عامة لو انت كنت كمبيوتر ساينس او انت دلوقتي في كمبيوتر ساينس ما بتحبش البرجرامي بس هو طبعا هتحبه غزما عنك عشان تعدي الامتحانات بس انت لو من جواك مش مش عايز برجرامي وعايز انفراستروكتر شبكت لشبكات سيكيوريتي انفراستروكتر ,ستوريج Wakanda يبقى الحلقات دي اليك لو انت كنت هندسة وبتحبش البرجراميخ يبقى الحلقات دي لك لو انت كنت اي كلية وبتحبش البرجراميخ يبقى الحلقات دي ليك طب لو انت كنت مبرمج وقلبك بيحن للي الفرستركتر ف�ها الحلقات دي بوجه Bycat لو انت بو مرمج وبتحب البرو جراميك بس عايز تسمع يبقى اهلا بك نبتدي من اول بقى نشوف كده من زمان الانفروستركتشور ببساطة انا هتكلم عليها من ناحية ايه؟ ناحية سابورت وناحية تكنولوجيز والدنيا كانت ماشية ازاي زمان وهاخدك واحدة واحدة معي لحد ما نوصل لكلاود وبعدين نبتدي نعوم بقى في المايكروسوفت اجر عشان الموضوع كبير جدا 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 انا مش عايز اجيب من زمان وتواريخ وقل لك سنة كذا عمل وكذا لا مش عايز اتكلم كده انا هاخش في الصميم على طول وهتكلم بطريقة عملية عشان احنا عايزين الاستفادة تكون ان انت هتطبق عملي يعني انت انا عايزك تطبق عملي دلوقتي في الماركت وتستفيد انت مش هتعمل حاجة بالتاريخ احنا عايزين نلو قدام عايزين نلو قدام بحيس ان يبقى عندنا ناس اركتكتس جامدين ناس ديف اوبس جامدين طبعا الديف اوبس مش هبقى انا data scientists وحستضيف ناس بتتكلم في ال programming برضو بس كلها هتكون بترمي في الاخر لفكرة ال infrastructure على cloud او ازاي بتخدم ال infrastructure على cloud او ازاي ال infrastructure على cloud بيخدم بقية المجالات زي ال data science زي ال programming زي whatever زمان كان ايه اللي بيحصل زمان من ايام بقى الانترنت لما كان تطلب التليفون وكده كان كل واحدة عنده جهاز في البيت ال pc او ال personal computer او الجهاز بتاعك اللي هو كان حتة مستطيلة حديد كده وتغبطه خبطتين عشان يتحرك وده كان معتقداتنا يعني وانا كنت بعمل كده كتير يعني كل ما لقيه هنج اروح خبطه وكان بيشتغل يعني ده كان غريب يعني موضوع غريب جدا واسألوا ناس كتير يعني ده كان نسبة لنا هو ده ده جهاز ال computer يعني هو ده كان مكناش فاهمين او يعني الجيل بتاعنا مكانش فاهم موضوع ان كان في في الشركات حاجة اسمها data center او server room بيسموها اودة متلجة فيها هركات كبيرة جواها سيرفرات محطوطة او حاجة اسمها tower server سيرفر زي الكمبيوتر بتاعك المستطيل في البيت ده بس طويل شوية وضخمه وصوته عالي وبيطلع heat وبيطلع حرارة وبتاعه محتاج تبريد كل الكلام ده كان موجود زمان طيب هو مازال موجود بس طبعا اتطوره والتبريد بقى احسن والاصوات بقى تقل نوعا ما يعني بس خلينا نتكلم في المواضيع المهم طيب بداية ال infrastructure زي ما انا قلت الجهاز الكمبيوتر ده اللي هو كان حتة مستطيلة ده الشركات كانت بتستخدم زيه بس على scale كبير على موارد اعلى كتير يعني كان بيزود في عدد الرمات او المامري كان بيزود في عدد ال البروسيسورز كان بيزود في عدد الستوريج او اللي هي الهارد ديسكس او الحاجات التخزينية تمام انا بقول حاجات مبسطين وبالنسبة للشبكات كان ممكن يحط لك مثلا كرتين شبكات عشان يقدر يعمل connection بين الشبكات المختلفة عنده في الشركة وطبعا ده كان جزء من ال infrastructure structure تمام السنين عدت والدنيا تطورت وبدأت الشركات تتوسع وتتوحش كل واحد يقول لك انا بدل ما كان server room بقى على قد ولا قال لك انا هفتح بقى data center يعني الشركات كبيرة مثلا مش عايزة بدون ذكرى اسمائي كل واحد عمله data center بقى في المكان والشركات اللي بتبتلت بها hardware بدلت يقول لك طب ما تيجي نعمل لك بدل ما تبقى عندك قوضة ما تعمل زي مكان كبير كده تحط بقى فيه راكات كتيرة بس كتيرة بقى كزا واحد كزا واحد كزا واحد ويبقى فيه تبريد كويس جدا ويبقى مش اي حد يخش في المكان ده اللي هو data center باكسس معين ويبتدوا الناس تشدد عليه وابتدت كل شركة بقى عندها data center طبعا مع السنين مع التطور مع تطور بدأ يحصل تغير في الماركت من ناحية الشركات الكبيرة زي مايكروسوفت وامازون طبعا امازون من اوائل الشركات اللي كانت داخلت في كلاود بالمناسبة الكلاود بالعربي اسمها الحوسبة السحابية وطبعا مش هتلاقي المصطلح ده غير في المؤتمرات اللي هي بتتعمل في الدول العربية لو كان المؤتمر بالعربي مش بالانجليش فهتسمع المصطلح ده الحوسبة السحابية أو كلاود كومبيوتينج بالانجليش طيب المهم فحنا نكمل امازون كانت من اول الشركات اللي فتحت موضوع من زمان جدا وهم اكبر ناس وعندهم اكبر شير في الماركت بالنسبة لل infrastructure as a service هنتكلم عليها بعد كده وبقية الخدمات هم من اقدم الناس وطبعا مايكروسوفت و اي بي ام و اوريكل و كذا كذا كلهم بدأوا يخشوا بعديها وطبعا المنافذ القوي حاليا لامازون هي مايكروسوفت وتوحش وانتشار رهيب في ال data centers هنتكلم بقى على موضوع data centers ال data center ده في اي شركة ده يعتبر العصب حاليا بتاع الشركة ده العصب يعني ال data center لو وقع الشركة وقعت يعني ال data center لو وقع حرفيا الشركة وقعت بمعنى ال data center ده بيبقى فيها كل السيرفرات او الكمبيوترات اللي شايلة بيانات الشركة شايلة السيستم الحاجات اللي الناس تشتغل عليها البنوك شغالها على data centers ناس كتيرة شركات ضخمة وشركات عملاقة في الانتاج وفي التصنيع وكله عندهم data centers تمام؟ طيب الشركات اللي انا حكيت عليها زي امازون ومايكروسوفت والناس دي فكرت قالت لك تا احنا عايزين بقى ايه؟ ناكل من التورتة مش هنسيب الناس دي الهاردوير يوعد يبيع 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 والكاستمرز تحط عندها وتعمل data centers قالك لا طب احنا عايزين بقى ايه؟ ناخد حتة من التورتة طيب نعمل ايه؟ زي ما انا قلت امازون ابتدت زمان وابتدت تعمل ومايكروسوفت حاليا برضو يعملوا ال data centers بتاعتهم الخاصة يعني هم يجيبوا مكان فاضي كده انا عايز اقولك اقل مكان ممكن تلاقيه لل data center من مايكروسوفت قد ملعب الكورة قد ملعب الكورة طبعا مش بتكلم من حيث الطول بتكلم من حيث المساحة قد ملعب الكورة ويقدر المكان ده يسيع الاف الاف من الركات وفيها سيرفرات السيرفرز اللي هي الكمبيوترات ذاتة المواصفات العالية لازم تخلي بالك وتفتكر الكلمة دي هاي اند سيرفرز هاي اند سيرفرز هتسمع الكلمة دي كتير لو انت بتحتك في العالم ده الكلام ده اللي انا بقوله اللي هستفيد منه زي ما انا قلت الناس اللي لسه في الكلية الناس اللي اتخرجت عشان لو انت بس بتفكر عايز تشوف الماركت في ايه انا بقولك من دلوقتي وطبعا اكيد هيتغير بس انا بقولك البيزيكس عشان تبقى داخل وفهم الليه لك هتمشي ازاي وعايز تكمل ازاي طبعا الناس اللي اللي شغالة دلوقتي هتفهم انا بقول ايه والناس طبعا الاقدم مني والاكبر مني هم اكيد فهمين وهما اللي كانوا بيقولولي الكلام ده وبيدرسوه لي يعني طيب هننتقل الى المرحلة التانية بعد ما الشركات دي قالت احنا عايزين نعمل موضوع data centers فبدأوا ينشئوا data centers ضخمة جدا جدا بـ investments رهيبة يعني بيصرف عليها فلوس كتيرة وينتشر في اماكن كتيرة ويعمل لها توصيلات بالـ fiber optics واشرحها بعدين والـ fiber optics دي الواصلات اللي هي مع ضوء بيمشي فيها بسرعات رهيبة مش هقول ارقام برضو عشان انا مش بفتح الـ references وكده والدي اصلا كان بيشتغل في شركة مش شركات الـ fiber optics كبيرة جدا في مصر كان بيجيب لنا كان بيجيب لي samples كمان منها المهم الـ fiber optics دي بيمشي فيها الضء يعني الـ connection رهيبة بتوصل لسرعات رهيبة جدا جدا والناس بتوى الـ network يقدروا طبعا يتكلموا في الموضوع ده احسن مني بكتير المهم فميكروسوفت ربطت وبالمناسبة ميكروسوفت عندها اكبر شبكة fiber optics حوالينا عالم لفة ومتوصلة مع بعض للـ data centers بتاعتها وهي حاجة خرفية رهيبة جدا انا هتكلم بقى بالخصوص بالـ Microsoft يعني او في الـ data centers بتاعت Azure ابتدوا يعملوا الـ data centers الكبيرة دي فيها سيرفرات وفيها خدمات كتيرة جدا بدوا يحطوا كل سيرفرات وبدوا يحطوا كذا layer او طبقات من فيها من software layers لحد ما بتظهر لك في الاخر حتة الصفحة اللي هي Azure portal او الـ website بتاع Azure ده عبارة عن ايه بقى ايه الخدمات اللي بيقدموها بقى يعني هو هو عايز ينفس في ايه او هو داخل يقول للعميل ايه طيب هو داخل يقول للعميل بص حضرتك انت حتوفر كهرباء وحتوفر وحتوفر تكيف وحتوفر maintenance وحتوفر حاجات كتيرة وتعبك وشقاك وpower up وشانجز وليه لحضرتك في موضوع الـ data center ده اللي اشتغل من الناس القديمة في الـ data center هيعرف انا بقول ايه والناس بتاعني مش معاناية بس يعني عنيك بتبقى مصحية مفتحة اوى عشان الغلطة بجون يعني بالذات في شركات اللي هي الحاجات اتصالات او الحاجات اللي هي علاقة بالتصنيع او الطيران او كده حجوزات الغلطة بجون يعني لو السيستم حصل فلابينج او كده ممكن يضيع الاف وبيخش في ملايين اتذكر في شركة مشركات اللي فاتت حصل مرة حاجة بي احتسمع برضه الترم ده حاجة اسمها داون تايم يعني ممكن يحصل للسيستم بتاعك ان هو يقع فجأة من غير ما انت تكون عامل حسابك وما يقومش تاني فيبتلي مثلا يجيلك مكالمات او يجيلك حجوزات تضيع عليك تضيع عليك فلوسك فطبعا الموضوع ده حساس جدا الانفرستركتشور من الحاجات الحساسة حاليا في كل الماركت الناس مش بتعمل لها بروموشن كتير بس هي العصب اصلا يعني من غيرها الشركة مش هتقوم البروجرامز مش هيشتغله يعني هي دي العصب مفيش انفرستركتشور مفيش حاجة اسمها حتى المصطلح بيقولك هو سيرفرلس هو بيشتغل على سيرفر حقيقا بيشتغل على سيرفر لكن هي مش بيشتغل في الهواء يعني هو مش بيكتب كود في الهواء لا هو بيكتب على سيرفر ولازم يكون متوافق مع الكود اللي بيكتبوا عشان ما يباوزدوش حاجة ولازم الكود يكون معمول كويس عشان ما يقدرش يبهدل الريسورس اللي عندك طيب نرجع تاني عشان انا بحوت كتير مايكروسوفت قالت لك بانت داتا سنترز كتير بهاي هاي اند سيرفرز ستوريج ناتوركينج وقالت للناس للعملة حضرتك انت ممكن تسيبك من الهاسل والهادك والصداع ده كله طيب تدفعه وبتاعة وبتاعة كذا 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 واحنا هنديك خدمة حلوة جدا ايه هي حضرتك بس هتعمل كونكت على تعمل كونكتشن للداتا سنتر بتاع مايكروسوفت و هنديك خدمات احسن من اللي عندك بكتير و بسعر مناسب و في نفس الوقت افيلابلتي يعني تبقى افيلابل طول الوقت بهاي افيلابل هنبقى نتكلم على الموضوع دي ان الحاجة تكون افيلابل يعني متاحة يعني لو سيرفر واقع هو يقوملك سيرفر تاني لو شبكة واقعتي يزبطلك شبكة تانية هو بيتحمل الكلام ده في الاخر انت بتدفع له في الشهر انا بتفعلك مثلا اكس بتفعلك فلوس معينة الفلوس دي مقابل انت بتديني خدمة خدمة ايه بقى ايه هتديوني حضرتك انت ممكن تبني شركة كاملة لا في الكلود طبعا حاليا مش كل الشركات بتردى تعمل كده مش كل الشركات بتردى تعمل كده لسه هو اللي انت ده تقدر تعمل كده تقدر تبني شركات كاملة على الكلود هي بتقدم لك الحاجة دي زي خدمة ودي المصطلح ده هتسمعه كتير قوي اسمه عشان في حاجات تريندينج وطلع دلوقتي اي حاجة ازا سيرفز يعني هو اي حاجة ازا سيرفز مهم تدفع فلوس وهتاخد الحاجة ازا سيرفز واحنا متحملين تكاليف الصيانة تكاليف كذا 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 وانت مسؤول عنك حاجتك انت حاجتك الوركلود اللي انت حطيته انت اللي مسؤول عليه طيب مايكروسوفت بتقدم زي ما انا قلت والشركات البقية طبعا حاجة اسمها انفرستركتشور ازا سيرفز وبتقدم حاجة تانية اسمها بلاتفورم ازا سيرفز او البلاتفورم دي زي انت عايز مثلا داتا بيز انت مش عايز ناترون انت عايز داتا بيز بس فهو يقدم لك داتا بيز انت عايز حاجة ليه علاقة بالدوكرز او الكوبرنيتوس او الحاجة اللي بتعمل الكنتينرونيزايشن 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 دي بلاتفورم ازا سيرفز بحيث ان انت مش هتما لكش دعو بالانفرستركتشور هما هياخدوا بالهم بس انت تبتدي الديفلوب او بقى ثالث نوع اسمه الساس او السوفتوير ازا سيرفز الساس ده يعني هو بيديك انت بقى مش هتبني بقى داتا بيز او الابليكيشن هو هيديك الابليكيشن على طول يعني تقوله انا عايز ERP System يوديهولك بالاكسس وانت بس هتبتدي حط بيانات الجو او تقوله انا عايز اي حاجة يعني طبعا كل كل سيستم هو بيخصصهولك بشكل معين بطرق معينة زي الـ Office 365 الـ Dynamics الـ ERP الـ HR Systems الـ SAP كل الكلام ده يعتبر SAS طيب ده كده أنا قلت تعريف من زمان لحد دلوقتي بتطور لحد ما تطلع للـ Cloud فالزمان إن إحنا كنا في الـ Data Centers أنا بقول الـ Repo بسريعة ودلوقتي بقين دخلنا في موضوع الـ Cloud طيب ده اتجاه الماركت حاليا وده اللي شغالين فيه طيب الناس حاليا بقى عندها فكر يقول لك طيب ما لسه شركات كبيرة زي دل وـ HP وفوجيتسو وكذا كذا كذا لسه شغالين في الـ Hardware ليه؟ هقول لك ليه؟ عشان لقوا إن الماركت بدأ لقوا إن الماركت بدأ الناس تقول لك لا أنا مش هحط كل حكتي في حتة واحدة يعني ما تحطش كل البيت بتاعك في سلة واحدة ده كان المصطلح أو طول تسمعوا يقول لك لا أنا حط حبة هنا On-Premises وهتسمع المصطلح دي On-Premises On-Premises يعني عندك هنا في الـ Data Center Local ما بتطلعش برا في الـ Cloud ليه؟ لـ Security Reasons يقول لك أنا مش ضامن معا إن هي Secure بس ناس تقول لك يعني في ناس موسوسة في الـ Security شوية يقول لك لا أنا هحطها عندي وهنتكلم عن الموضوع Security دي قدامي وناس تانية تقول لك يقول لك أنا هحط جزء On-Premises وهقول لك هحط الجزء التاني على الـ Cloud تمام؟ ليه؟ يقول لك عشان لو اللي تحت ده وقع أروح أعمل Connection أحول الـ Connection على برا يعمل Connection على الـ Cloud وياخد الخدمات بتاعته زي ما هي وكان بيحصل replication أو بيحصل استنساخ أو replication يعني أو مش عارف اسمها بالعربي بس يعني استنساخ أعتقد يعني بياخد نفس الـ Data اللي عندك ويطلعها لك فوق بحيث أنت لما تقع تحت تقدر تشتغل في الـ Cloud طيب ده ده بقى الفكرة ده اسمه إي دلوقتي بقى اسمه Hybrid Cloud أو يعني يعني الـ Cloud المهجنة اتنين Hybrid شغالة كده كده فيه ناس تاني يقول لك أنا هشتغل على الـ Cloud وأول لما يقع أنا هنزل تحت هعمل يعني Fail Back أو Fail Over على تحت يعني ينزل تحت يقع Connection ويكمل تحت ليه كان الـ Data كان بيحصل لها Synchronization من فوق لتحت دي الأمثلة الحالية وطبعا ده الاتجاه العام حاليا وده لا يعني ده لا شك فيه ان الـ Cloud برضو لسه متجهة ومكملة والـ On-Premises متكمل واللي اتنين هيفضلوا ومحدش هيتقعات تاني ومحدش يقول الـ Cloud هي اللي هتبقى تاكل العالم الكلام ده مش صحيح ومحدش هيقول ان الـ Cloud دي هتنتهي والـ Hardware هو والـ Data Center هترجع ده برضو مش صحيح من الإحصائيات اللي موجودة حاليا في الماركت بتقول ان الـ 2 مكملين وده هيبقى ده الطبيعي بتاع اي شركة عندها جزء فوق وجزء تحت هي Hybrid Cloud لي مؤمن نفسه وفيه حاجة تانية اسمها Multi Cloud هو تبقى الشركة شغالة في التلاتة بقى Amazon, Google, Microsoft يقول لك انا مش هتمد على شركة واحد انا هاخد من التلاتة ويقسم يقسم يقول لك هنا هحط كذا وهنا هحط كذا وهنا هحط كذا كل ده مين بيقولوا؟ كل ده الـ Architects والناس طبعا الـ CIO بس طبعا بياخدوا قراء الـ Architects وبيجيبوا الـ Architects ويبتدوا يشتغلوا مع بعض بحيث ان هم في الآخر يبتدوا يطلعوا الحاجة دي طيب انا اخدت وقت كتير انا خش في الموضوع Direct في موضوع Cloud طيب ايه بقى الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم فيه؟ ببساطة انا حواريكم دلوقتي ديمو سريع على Azure حواريكم Services او الخدمات اللي هي بتقدمها Azure او ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستفيد بينها بس بسرعة كده انا عايز اقولك احنا ممكن نعمل ايه؟ او ازاي تتعمل يعني؟ من ناحية الـ Architects احنا تبقى Architects كويس؟ لو انت لسه في الكلية او تخرجت او بتغير shift career من operations لـ Architects او whatever فانا بقى اقولك الدنيا ماشية ازاي؟ الفكرة كلها ان لما بتبتدي تعمل Infrastructure او تبني تعمل بنية تحتية على الـ Cloud هو بيبقى محتاج منك ان هي تبقى Stable, Reliable, High Performance و Secured تمام؟ طيب باختصار عشان الناس اللي بتبتدي تخش في المجال ده هقولكو النصيحة و ياريت تركزوا فيها قوي 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 Infrastructure على الـ Cloud عبارة عن كأنك بتبني برج كأنك هتبني برج عالي وهيقعد معك سنين طويلة البرج ده لازم تحدد المواد بتاعته اللي انت بتبني بيها طريقة البناء المقاسات بتاعت الاساسات ما ينفعش تبني وتوصل للدور الخامس اقول اه ايه ده ننسيت كابل لكهرباء المفروض كنت تحطه في الدور الاولاني فانا ههد ليه بقى عشان الـ Cloud مش مش سهل التغيير فيها لما بتيجي تبني بتبني صح الاول هي زي العمارة بالضبط لو ما بنيتش الاساسات صح هتكسر فحتوقق العمارة او العمارة هتوقق تبقى حاجة صعبة جدا هي دي فكرة الـ Architects ان انا بصمم الحاجة ان هي تقدر تعيش معك سنين وفي نفس الوقت ما بغيرش في الاساسات يعني حد دلوقتي العمارات كلها خلص العمارات بنات بقى لعشرين تلاتين مئة سنة القصر البرون في مصر مئة سنة يعني محدش دخل قالك لا اصلا فيه ما كده فانا بكلم ان اي بناء عمتا لما بيتبني هم بيقعاملينه Long Term للزمن البعيد هي نفس الفكرة في الـ Infrastructure كده على الـ Cloud وانت بتبنيها وانت بتصممها لازم تصممها صح عشان تعيش معك سنين طويلة ومتعدش تغير كتير تغيرك كتير بيتعب بيتعب الـ Operations بيتعب الـ Top Management بيتعب الـ Business بتاعك بيتعب ناس كتيرة جدا 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 بزاد في الـ Infrastructure كل ما تكون Infrastructure بتاعتك Stable وكان معمولها Planning صح كل ما تعيش اكتر كل ما الناس تقولك شكرا يا Architect تمام نخش بقى انا اديتك بريف كده عن الـ Architect هيعمل ايه في الموضوع ان هو هيصمم تصميم بتاع البنية التحتية قبل التنفيذ التصميم خش ينفس شوية كإنشيول وبعد كده يسلم للـ DevOps حتسمعوا التورم ده وحنتكلم عليه بعد كده يدتر يسلم على الـ DevOps ريت الناس تفرق بين الـ Architects والـ DevOps يا ريت الشركات تفرق بين الـ Architects والـ DevOps الـ Architects غير الـ DevOps لو سمحتوا عشان الناس اللي بتعمل هيرنج يقولك احنا عايزين Architect DevOps كده احنا بنجمع كله بنبهدل الدنيا Microsoft نفسها Amazon نفسها كل واحد منزل شهادات Architects وشهادات DevOps Architect عايز واحد يكون فايق ومركز الـ DevOps عايز يكون واحد مصحصح وازاي يخلص الشغل بسرعة ازاي يعمله Automation بسرعة يبقى يبقى صاحي زي بالزبط واحد انا في الـ article اللي انا كتبته الفرقات كأن واحد اللي هو المهندسين اللي بيبني والراجل اللي هو العامل اللي بينفذ البناء اللي بينفذ البناء نفس بناء يعرف يمسك الطوبة ازاي يحط الأسمنت ازاي يحطها بالترتيب ازاي يطلحها ازاي الشكل صح ازاي بتنفيذ التخطيط الـ Architects عمله الـ Architects لو نسي حاجة الـ DevOps مش هتحسب عليها الـ Architects تعالى ايه دا ايه دا التصميم دا ماينفعش دا انت كده تبهدلي الدنيا طيب الـ DevOps بيعمل يبينفذ الـ Architects يقول له انا عايز عايز هنا virtual network عايز هنا storage account عايز ثلاثة كذا 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 قل له حاضر يروح الراجل جاي عمله Automation محترم pipelines تاك 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 يروح مطلعه الدنيا ومشغلة ايه Automateds حلو يا جماعة مين عمل الدزاين دا الراجل الـ Architects مين اللي نفذه الـ DevOps تمام تمام كده كده كفاية انبقلنا خمس داقي انا طبعا طولت جدا نخش نشوف ديمو سريع على Azure طيب هنخش سريعا كده نبص بصة على Azure هو لو دخلت وكتبت Azure.com هو هعمل لك Redirection هينقلك على الوابسايت بتاع Azure زي ما انت شايف كده مايكروسوفت بتديك اعتقد Credit Free هو عشان انا هنا في منطقة اوروبا في المانيا فهو بيقول لي 270 يورو اعتقد في مصر او اي بلد تانية هيقولها بالدولار واعتقد بتبقى مش فاكر كاعتقد 200 دولار وهي كده مهم هو هيديك فلوس ببلاش Credit معناها يعني ايه يعني تستخدم resources على Azure ببلاش لمدة 30 يوم هنخش بقى على Azure نفسك هتكتب portal.azure.com طبعا بعد ما تسجل نفسك وتعمل اكاونت لنفسك او تعمل join للاكاونت بتاعك اللي هو ال Outlook او ال Hotmail او ال whatever مع Azure هيشتغل ويبقى زي الفل طيب نبتدي بقى نشوف ايه السيرفزز اللي ممكن Azure يقدمها لنا جوه اه ال Data Centers بتاعته طيب طيب اه لما تفتح كده هتشوف كل السيرفزز اه كل بتاعت ايشه هتم تخيل طيب اه لما تفتح المفوض تلاقي الشكل الجميل ده لو ما لقيتوش انت ممكن تزبط اه الموضوع من هنا تدوس على settings اه تختار عشان هما اه بيعملوا promotion لشكل كديد اسمه flyout ده مش هندي يظهر لك اي حاجة فالاحسن تختاره ودوك وتختار من هنا choose your default view تعملوا اه هوم اه بدل داشبورد اه بس تمام اوكي اه بعد ما نظبط هيظهر لك الشكل ده اللي هو البلايد اللي عايز تبتدي تشتعل عليه طيب تعال نشوف اجر ممكن يقدم لنا ايه هنا تعال نبص بصة كده سريع كروزنج كنا بنكروز كروزنج هتخلش كده تبص عندك categories add كده على الشمال هنا add هنا على الشمال طيب عندك all general compute networking storage web mobile containers database analytics blockchain AI machine learning internet of things mixed reality integration identity security devops migrate migrations يعني monitor management governance intune and others طيب اه طبعا مش هخش على كل واحدة فيهم بس باختصار كده يعني الكمبيوت يعني الحاجات اللي هي computational interface resources زي virtual machines وهنتكلم بعد كده عن virtualization يعني virtualization virtualization زي hyper v و vmware بس هم اه اه معاملين virtualization بتاعتهم هنا في اجر هي طبعا بيزد على hyper v بس هو مش بياريها لك هو بيقدمها لك as a service زي ما انا قلت اه تبدأ تبني virtual machines ايبقى عندك اجهزة عايز تبقى عندك جهاز كازا جهاز اه جهازة دي بتكبر وتقيل اوتوماتيكلي عايز يبقى عندك كوبر نيتس سيرفزز هنتكلم عليها بعدين عايز يبقى عندك اه اه ديسكات storage كل الكلام ده جاي اه تاخد لنا snapshots اه في اه الكمبيوتشن او الحاجات الكمبيوتينج دي في منها حاجات ناس بتعمل لها submit في حاجة اسمها marketplace بحيث ان هي تعملك زي image او او اه اه نسخة من مثلا ويندوز معينة اه حاطت عليها شوية حاجات فيقدمها لك ازا سيرفز برضو وياخد فلوس وماركشوف تاخد فلوس اللي اتنين بياخدوا فلوس المهم اه ناتوركينج طبعا تقدر تبتدي تعمل virtual networks احنا نتكلم على ال SDN software defined networks وكل مجتملتها كل الحاجات وتعمل vpn virtual private network تبني service endpoints تعمل public ips leak للشغلك في كل شيء firewalls جاية في السكة في حاجات كتيرة جاية 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 بالنسبة للسطوريج انواع للسطوريج ممكن تستخدمها سطوريج لل data science ال big data للاناليتيك سطوريج لل high IOPS زي الاس اي بي عندك حاجات بتعمل batch processing عايز سطوريج سريع عايز سطوريج عادية تقدر تخزن عليه حاجات زي الarchive tape system اللي في الشركات الكبيرة التيب اللي هو قديم جدا بيخزنوا ال data على شرايط بس هي بتقعد سنين طويلة ورخيصة فبيستخدموها للarchiving ممكن تستخدم ده حاجة زي كده برضو في اجر للarchiving اسمه called storage وبتقعد يقول اعطاك 99 سنة يعني هتكون انتني اصلا خلصت معك فالناس بعدها هتكمل مهم اه عندك طبعا دي الweb services،و دي بنقول الweb services كده نبتدي نتكلم построpath platform as a service يبقى احنا بنتكلم compute networking storage web mobile containers عندي رسمه جميلة كده هابقى اا اقدمها ااااا اوكي وعندنا رسمة هنا بتوضح لنا الفرقات بين الاس والساس الصورة دي باي ماركروسوفت مش انا اللي عملها عشان بس حقوق الطبع والكوبي رايتس وفي ناس كتير عملينها انا ممكن اعملها بس ما عنديش وقت المهم عندنا اون برميسيس وانا قلت اون برميسيس دي الاتا سنتر بتاعك لو انت شركة وعندك الاتا سنتر فانت مكتوب بص بالقرص دينا الاتمز اللي عندك جوا هم اللي مسؤولين عن الحاجات دي يعني الـ Networking, Storage, Server, Virtualization, Operating System, Middleware, Run-Time, Data, Applications كل أجزاء الـ Data Center من أول البنية تحتها الـ Infrastructure الحديد بتاعك الـ Hardware بنت تسميه الحديد لحد الـ Applications الـ Software فوق كل ده انت مسؤول عنه طيب Microsoft بتقدم لك إيه في Windows Azure طبعاً اللوجوز دي قديمة الآن أنا جاي بصورة بس بتفكر لك يعني بتعرفك إيه الـ IaaS Infrastructure as a Service وال Platform as a Service والSoftware as a Service عشان نقلت لك الحاجة اللي هتقدمها لك Microsoft أو إن كان شركات الـ Cloud بتقدمها في شكل خدمة فبيقول لك As a Service فممكن تسمع بعد كده Code as a Service أي حاجة As a Service هتسمحها يعني جاية مهم فهنا بيوضح لك إيه الـ Infrastructure as a Service Microsoft بتقول لك بص أنا هخلي بالي من Networks بتاعتك هعمل لها مينتين وخلي بالي منها وأنا اللي هبنيها لك من تحت لتحت هعمل لك Storage هعمل لك Server هعمل لك Virtualization هي هتاخد بالها من الحاجات دي انت مش هتكنترول وانت مالكش Access انت هتعمل إيه آخرك؟ ان انت هتست يعني تقول إيه؟ أنا عايز شبكة هنا أنا عايز Storage هنا أنا عايز Server هنا أنا عايز Virtualization Whatever بشكل معين Controlization عايز تعملها بشكل معين Whatever هي هتخلي بالها من الحاجات دي انت بقى هتخلي بالك من إيه؟ هتخلي بالك من Operating System Middleware والRuntime والData والApplications الحاجات الـ Layers الطبقات اللي فوق الجزء ده طيب دي الـ Infra Structure as a Service خش على Platform as a Service Platform as a Service بنتكلم فيه جزئية أكبر شوية ما اكشف تقولك تبص أنا هتخلي بالي على حاجات أكثر هاخدلك من فوق لحاجات وحاخد بالي برضو من Operating System والMiddleware والRuntime وانت بس يركز في الـ Developers يعني الـ Developers بتوعك هم يبقوا هم اللي شغالين والـ Data بتاعتك الناس اللي هم بتوع الـ Data For example Big Data أو Data Science وغيرين دي managed by your organization فالله أخدر ده اللي هي شركتك والله أصفر اللي هي Microsoft أو طبعا شركة الـ Cloud وطبعا وهنا بتتمثل زي ما قلت في SQL Server on Azure بتتمثل في Kubernetes بتتمثل في Dockers containerization أي حاجة تلاقي Microsoft بتاخد بلا من الحاجات دي وانت بس اللي بتبتدي تشتعل على الـ Development أو الـ Data Mining وغيرين يعني فدي بتبقى اسمها platform as a service طيب نخش بقى على التالت مرحلة ودي مرحلة الوحش وزي موائي SaaS ده كده هي مجرسوف تاخدتك شاكب راكب من الأول للآخر انت آخرك بس بتخلي بالك على application هي بتقول لك بص كل شوية تاخدك حب 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 تقول لك بص أنا حمسك لحد هنا وانت الباقي طب بص أنا حمسك لحد هنا وانت الباقي طب بص أنا هاخد كل فهي مرحلة تقول لك ايه أنا هاخد كل اللي عندك دي أنا هخلي بالي منها كله من أول الـ Network لحد Data Layer بس انت الـ Application بقى انت اللي هخلي بالك منها يعني مثلا ايه طلبت مثلا ERP System طلبت HR System طلبت Dynamics whatever Office 365 زي ما هو مكتوب كده Windows Intune انت بقى اللي بتتدي تعمل Setting للـ Configuration يعني بتتعمل Creation للـ Users اللوجيك بتاع عايز تدي اكسس لمين ما يديش لمين الـ Data الجوه عن ايه الـ Industrial كده هي دي فكرة الـ Software as a Server طيب نرجع تاني لموضوعاتنا فزي ما قلت دي السيرفيسز اللي احنا ممكن نستغلها انت متخيل كمية السيرفيسز اللي موجودة عندك تحت ايه دك تقدر تبني بيها شركة كاملة تقدر تبني بيها حلول وسوليوشنز تخدم بيها شركتك باسرع ودي اسمها Time to Market لازم تفهم او تفتكر الكلمة دي Time to Market لكل الناس طبعا لسه في الكليات او اللي بتفرجوا عليها كل الكلام ده هيجي لكم لما تخشوا في مجال العمل هتفهم انا بتكلم في ايه ولازم تعرف المصطلحات دي كل ما تكون عارفها بدري كل ما هتتطور وتعال على طول في البوست اسرع مما تتخيل تمام وبعد كده هبقى اشرح شوية tips and tricks وانت بتشتغل في الاول اوكي ام عندك طبعا الموبايل نتبتتعمل على الموبايل ابلكيشنز عندك زي ما قلت الكنتينرز عندك في الديتابيز كل انواع الديتابيز تايبس طبعا مش التكنيات يعني مش تكنولوجيز بس اه زي ستركشل داتابيز والانستركشل داتابيز واندك مانيش داتابيز الاستيك بولز عندك كل حاجة يعني طبعا انا مش تخصصي بس بوريك السيرفزز اللي موجودة في اجر انت ممكن تستغل لها ازاي يعني الاناليتيكس طبعا نستوع داتا سايينز حبيبنا بتوع البيج دا بلوكشين اي 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 مشين لرنين برضو طبعا ده قصة كبيرة تانية عندك في الانترنت اف تينكس قصة اكبر عندك ميكست رياليتي طبعا حدس ولا حرج ما عنديش كلام اقوله عنها يعني طبعا دليلة يعني وده هنا برضو اتسا بيج بيج طوبيك يعني حاجة ضخمة جدا حاجة مرعبة يعني يعني ده ليه سيرتيفيكتس يعني ده ليه سيرتيفيكتس لاحظة والايدنتي ليه سيرتيفيكتس فالاجر ده زي مش بحر ده محيط هي اصلا كلمة اجر معناها الازرق ولون الازرق اللي هو السماوي اللي هو بتاع السماء هو لو دورت على كلمة اجر وفكرة كلاود يعني سحابة فانت بتتكلم سحابة في الفضاء فانت في حتة تواسعة جدا يعني فهو عايزك يعني يعني تعيش بخيالك تبعد تبعد يعني طبعا دي فوبس للناس اللي غاوية اوتوميشن والشغل ده طبعا احنا هنبقى نيجي جنبه خفيف كده مش قوي يعني اه طبعا المايجريشنز ده من حاجاتنا الاساسية لو انت طبعا عندك في الامبريمسيز وعايز تتجهي الى الكلاود ده طبعا حاجة اساسية وحنستعملها كتير عندك طبعا المونيترينج والناس اللي عشاك المونيترينج ومنجناها والحاجات دي تقدر تعمل الانتجريشن بينها وتقدر تعمل شغل كبير والداشبوردز تمنتر شغلك اللي هنا وتعرف كل الريبورتز تقدمها للتوب مانجمنت تعرف تعمل ألرتز يبعت لك اسم اساس يبعت لك ايميلز تعمل رام بوكس حنتكلم على كل ده جاي كله ده جاي كله ده جاي طبعا بقى نتدري نتكلم في مين ياخد اكسس مين ما ياخدش اكسس للبوليسي عايز تطبق بوليسي معينة مين يقدر يشتغل على الازر من شركتك مين ما يقدرش عايز تقسم فلوس عايز تقول كل دبورتمنت كل قسم في شركتك ياخد مثلا فلوس معينة من الازر يقدر استغل موارد معينة مقدرش يستغل كل ده تقدر تتحكم فيه من الانتجريشن وتقدر تتغير فيه براحتك الانتجون طبعا ده شغل بقى لعلاقها بالاند يوزر لو انت عندك موبايلات في الشركة وعايز تقدر تتحكم فيه ده خارج نطاق اه الحتة بتاعتي خالص اه بس ممكن ان شاء الله نبقى نجيب اه اكسبرتز يقدروا يتكلمونا عن الحتة دي عشال الحتة دي برضو ضخمة جدا وكبيرة جدا هي دي باختصار ان انت تقدر تتحكم فيه الاجهزة الديفايسز اه بتاعة الموظفين بتاعك اللي كونكتد على اجر اه 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 وتقدر تعملها بوشنج لصوفتوير تقدر تعمل يعني في فيه شغل كتير انا مش عايز طبعا افتي وخش في الموضوع بس اه فيه شغل كتير هنا في حتة الانت واندي طبعا اضرز بقى كل يعني اضرز اي حاجة تانية موكسيرفيسز جديدة اجر بتقلفها فاهم يعني مكشوف بيقلفه خدمات جديدة فهتلاقيها هين طبعا بتلاقي كلمة بري فيو تعرف ان بري فيو دي معناها اه ان هي اه اه حاجة لسه بيجربوه بيرنك سيرفيس حاجة لسه بيجربوه يعني بري فيو يعني لسه بيجربوه تمام اه تمام بس ده باختصار اه الموضوع اه بتاع اجر ديمو سريع سيرفيسز طبعا البلايد اللي على الشمال اللي احنا شايفينه ده ده لما نيجي ان شاء الله نعمل ديموز ونبني حاجات هنبقى نستخدمه هنشوف كل واحدة بتتكلم عن ايه وايه الحاجات الجواه ونبتدي نكلم بقى مور تكنيكال تمام اه وبكده نكون وصلنا لنهاية اه حلقاتنا النهاردة اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا انا عارف ان انا طولت عشان هي قول حلقة واه اول حلقة اتكلم فيها بالعربي بس ان شاء الله الحلقات الجاية هتكون مختصرة وحنتكلم في الصميم على طول في موضوع اجر عشان عارف كل الناس مستنية تسمع اكتر عن اجر بس انا حبيت اقول سامري اه واضحة اه لكل الناس عشان اه بعد كده نقدر نجري بقى اسرع بكتير اوكي شكرا للكو اه ستاي بوستف ستاي تيوند السلام عليكم اشتركوا في القناة